قبل ما نروح لفاصل والسف مجالكك,' How tound Dead بتتكلم علي إيدوكا وقال إنه في عروض من النادي الزمالك تحديداً من النادي الزمالك في عرض لإيدوكا من نادي الزمالك أو نادي الزمالك هي رغف في ضم جون إيدوكا من نادي سلامية والبطرة طيب خلينا نتكلم عن صفقات الزمالك بشكل عام وبعدين هنتبطرق الإيدوكا تحديداً الزمالك طبعاً رحقت مهاجم أفريقي يعني خلينا إيدوكا دلوقتي olacak فيه مهاجم أفريقي في نادي الزمالك ده أكيد مليون في المئة خاصة مع وجود اتجاف الزمالك لخروج سامسون على سبيل الأعرى البحث عن أعرى ده لسامسون خلال فترة اللي اتبقت في شهر يناير عشان اطلع سامسون معار وقدر اضم مهاجم أو اتنين مهاجمين لأن الزمالك شايف ان هو عنده أزمة تبيرة جدا في خط هجومه ومس ده رأي فريرة صح? رأي فريرة ورأي دارة الكورة أنا سمعت تصريحات لرئيس النادي بيقول فيها أن الراجل محتاج ياخد بس مباراة هو مهاجم كويس بس محتاج ياخد مباراة كتير بص يا كريم دايما الكلام في الإعلام غير اللي بيحصل في غرف المغلقة وانت عارف رئيسنا الزمالك خرج وقال لك احنا مش محتاجين اي صفقات الكلام اللي بيحصل في الكواليس وفي الغرف المغلقة الزمالك دلوقتي بتحرك لضم 4 او 5 لعيبة انا بقول لك اهو وبالمراكز اللي الجهاز الفني عايزها مدافع باكليفت لان دلوقتي الزمالك خلاص افتقد لاثنين باكات ليفت فمعندوش غير عبدالشافي فانت عندك الجهاز الفني قالك وفار لي باكليفت في يناير عشان اقدر اكمل لعيب 8 وينج ومهاجم ليه عايز 8 انت عندك كتير بس في لعيبة ان هم شايفين ان ما فيش بديل كويس لإمام عشور لو إمام غياب انا مش شايف ما عندك عمار سيسيو عندك روءة بيلعبه 6 حتى عمر جابل بيلعب 8 ما يعني بس عمر هم جايبينه شوية في حتة الباكرايت او الحتة اللي بيلعبها عمر جابل لا بس في حتة لعيب رقم 8 هم شايفين مين بقى الاسماء المتاحة او من الاسماء اللي الزبالي بيفكر فيه فيلم الدفاعة والمدافع هم شايفين خلاص ان عودة محمود شبانة من الاعارة ده افضل حل حاليا او اسلم حال لان مش مركز ارجنت او عندي ازمة كبيرة فيه اسمحتاج بدايل اه لكن الباكليفت هم شايفين ان فيه ازمة هم مش لقين حد متاح اتعرض عليهم زغير ايصر سموحة مش متذكر اسمه بصراحة برضو تحفزوا شوية عليه فشايفين عندهم ازمة لكن وينج ومهاجم افارقة هم شايفين ان افارقة طيب جون ابوكا جون ابوكا هم شايفين انه افضل حل لو انا ملقيتش مهاجم افريقي دلوقتي قدرت الكرة شغالة ازاي انا بفلطر السير الزيتاء اللي جاياني من المهاجمين بقى المرشحين سواء من دورات عربية او دورات اوروبية سواء لعيبة من شمال افريقيا او يعني توانسة او مغربة او لعيبة من الجزء بتاع جنوب الكرة هم شايفين لو ملقيتش المهاجم اللي يقدر يصنع الفارق اتجه لجون ابوكا اه حصل كلام مع جون ابوكا وكان فيه جلسات وحصل كلام بس فيه هم بيجبت نظر الزمالك انه مغالية شوية ادفع 2 مليون دولار كتير جدا حتى لو اللعب عنده عروض من برا الفرق بالنسبة لي انا في جون ابوكا ما ادفع 2 مليون دولار هبتكلم في حوالي 60 مليون جنيه كتير جدا الزمالك بيتكلم انه ادفع حوالي 20-25 اه العيب مميز كويس جدا هداف تعود عالدور المصري وسامسون بك اه معا يعني هتتكلم في حوالي مليون وشوية مليون ومتين ما هو انت دلوقتي انت عندك مشكلة انت جبت سامسون وعندك سيف الجزيرة لازم هتطلع على عيب وزكريه كان من نفس الرقم اه زكريه كان من تقال حر فانت ما دفعتش اه بس لا بس دفعت دفع فيك اه للعب نفسه انت اللعب خات حوالي 300 الف دولار او 400 وردهم يعني وفقا لتصريحات اقدارة الزمالك انه هما استردوا المبلغ اللي دفعوا زكريه الوردي فانا اه الصفقة ما كلفتنيش حاجة او ما عملتليش ازمة فزي ما بقولك ابوكا اه اسمه مطروح لكن يعني الزمالك بالبلد كده بقدم رجل وبيقى اخر رجل لو ملقاش مهاجم وميز برة هيتجه ليه جون ابوكا خاصة ان جون ابوكا كان معروض على الزمالك في الصيف وتحفظوا عليه والعب من ضمش الزمالك كانوا اقدروا جدا زي ما خلصوا مصطفى الشلب من ام بي كانوا خلصوا جون ابوكا لكن اتجهوا لسامسون عشان هما كانوا وجهة نظرهم ان هما شايفين ان افضل وماليا الصفقة كانت هتبقى اقل من نوع ساعت اكما ان سامسون ممكن يتأيد تحت السن بالزبط قصة تحت السن وقصة ان انا هدور على مهاجم تاني فهم دلوقتي مفيش مشكلة ان انا اغلط واصلح اغلطي اه غلطنا مثلا جبنا سامسون مش عارو ايه فهم دلوقتي بيحاولوا ان هما يطلعوا سامسون اعارة واستغل ان انا اقدر اضم مهاجم افريكي وانجا افريكي لان كمان ابراهيم الابعي عنده ازمة عنده مشكلة طبية ممكن ما بين مطشين والتالت افجأ ان هو اتصاب فافقد لعيب مهم جدا في الجزء ده فالزمالك بيغرب الملف الاجانب بشكل كبير جدا وهنشوف الفترة الجاية مهاجم افريكي في الزمالك